اشتركوا في القناة لأنه في كتير موبايل أبليكيشن ديفلوبرز عرب عم بصيروا عم بنتجوا للآي تونز والآيفون والآندرويد وهي فرصة كتير كويسة بالنسبة لهم يتعرفوا على التطبيقات ويحاولوا تصمت ويحطوا الأبليكيشن تموهم على التطبيقات بالإضافة لأنه عربنت هاي السنة في كتير ناس مهتمين بتطبيقات الجوال فينا أسعب يعملوا خلينا نقول ستورز اللي هم ماركت بليسيز للآبليكيشنز وهذا الشي بخلي في بيناتنا نحن كدليل عربي لتطبيقات نقدر نعمل شراكات مع هاي الأسواء أسواء التطبيقات شو الجديد على موقع تطبيقات اللي هون موقع تطبيقات بجوز بمضا كتبت عنه أبل الجديد عن أبل إنه هو كان يتم أكتر بمراجعات عن التطبيقات ففي عنا نحن ناس professional editors بكتوا عن تطبيقات الجوال شو اللقات الضعف ونقات القوة شو الخصائص هذا شو الفيتشرز اللي فيه هذا التطبيق بالإضافة للمعلومات عامة وصور وسكينشوتس عنه وفيديوز وإلى آخره الاتطور هلا أصار في عنا اليوزرز هما يعملوا بروفايلز على تطبيقات يحطوا شو الفيريت أبليكيشنز التطبيقات المفضلة لإلهم يعملوا شي اسمه بندلز حزم بمعنى إذا أنا مثلا مهتم بألعاب لأطفال صغار عندي أطفال صغار بقدر أجي وأعمل حزمة اسمها حزمة برامج ألعاب لأطفال لسن مثلا من الخمسة لعشرة وبكل سهولة بجيب الأبليكيشنز من iTunes بس بجيب اليوريل وبحطوا عندي على هاي الكوليكشن فبصير عندي حزمة مثلا ألعاب أطفال حزمة مطبخ المطبخ اللبناني فصار هلا في يوزر جنيراتي كونتنز وصار في تفاعل أكتر صار أنا عندي صفحة اليوزر على تطبيقات صار عنده مثل صفحته الخاصة ليعبر فيها عن نفسه من ناحية التطبيقات شو هو الشغلات المفضلة عنده شو بقدر فيد الناس وينصحهم بأفضل تطبيقات وهذا اضاف ميز جديد على التطبيقات التطبيقات كان قبل يقول أنا دليلك للتطبيقات أنا رح أرض لك الأفضل تطبيقات عمل لك رفيوز هلا أصار اليوزر التطبيقات هما عم يشاركوا بإنه ينصحوك شو أفضل تطبيقات اللي بدك يها لجوالك أوكي وإنت يعني بكونك خبير بهيدا المجال شو رأيك بالباخر سنة ما رأيت بالتطبيقات اللي كانت عم تنزل على السوق شو التراند ووين رايحين السنة الجديدة أكتري لو طلعنا على أغلب التطبيقات هلا التطبيقات العربية شي والتطبيقات شوية الأجنبية شي التطبيقات العربية كثير عم نشوف التراند جديدة كثير عم نشوف مفاهيم جديدة أو أفكار جديدة مثلا في أنتربنور برازيلية عمر 24 سنة عملت تطبيق سمو ليمون هذا بيعمل سكاننغ للفواتير اللي بتقديم المطعم أو بتقديم كارفور وهو لحاله بيصير يحسب ويبطلع لك فانانشال الدكومنت وديسيشنز هذا نيو كونسيط أنتربنور صغيرة بالبرازيلية عملت وأخذت فند بالوطن العربي ما عمله إلسا مثل هاي مثل الأساس النجاح هاي بوضوع الأبليكيشنز التطبيقات بس أنا بتوقع هلا في كثير شباب لأنه تكنولوجيا شوية نحنا خانت المبرمجين العرب ما لحقوا إلسا يعني لأنه يجوا للتكنولوجيا بمر فترة أنه أنا عم بتعرف التكنولوجيا عم بتعرف استخدمها بعدين بيبني عليها تطبيقات وأفكار مميزة فأظن السنوات الماضية المبرمجين العرب خلص شوية فترة أنه يتعرف بالتكنولوجيا هلأ لازم يبدأوا أكثر بشو كونسفز جديد ويبدعوا ويبدعوا ويصور فيه إنوفيشن وابتكار بالأفكار اللي عندهم كثير عندهم شغلات حلوة من ناحية برامج إسلامية برامج الكنتن خلينا نقول إنه المبرمجين العرب بيعرفوا يعملوا برامج كونتن جيدة الطبخ ونكلات وكثير شغلان تلاعي وبالمقابل المستخدمين العرب عم ينزلوا هاي تطبيقات كثير يعني بتلاقي التوب كثير بتميل للشغلات العامة اللي فيها كنتنت عادي يعني أنا دي أسمع للطباخ الفلاني بيدلني على طبخة أو للشيخ فلاني أو للشخص اللي بحط للي نكت معينة والآخري بتلاقي فيه إقبال اليوزر أو البرامج مثلا دينية اللي بذكرني بالصلاة والآخر هلا أظن راح يجي وأنا عم بسمع كثير أفكار لبرامج جوال مميزة فيها كونتن جديدة وممكن تعمل امباكت كثيرة مثلا مثل شو حابي بتشوف سمت الجي بالعالم العربي تطبيقات جديدة ومبتكرة صراحة عم بسمع عم بسمع مو بس لوكولايزاشن مو قدنوا فكرة أنا صارت عندي بره فأنا بدعمل لوكولايزاشن عم بسمع أفكار مثل أنا مثلا الشغلات اللي أنا بعملة يوميا كيف ترتبها أو لست تكون عندي طريقة مميزة وكيف إذا عملت شغلة أنا فيجولي إنه تظهر هي الشغلة وأقدر تشير مع أصحابي في أفكار مثل أنا كيف أعرض الأخبار هلأ إذا شفنا المواطن العربي بشكل عام عم بروح تريندينج نيوز كله نيوز لأنه بطلت سياسة الشغل بيعمله السيسين صارت كل واحد فينا اقتصاديا ومجتمعيا وإلى آخره ففي كتير أفكار مثل أنا كيف أشوف هاي الأخبار كيف روح تماما على المكان اللي أنا بدي أسمع منه الأخبار هاي الأفكار كتير عا بيطلع وبتوقع يعني هلأ كتير منها بس تتلع إن شاء الله رح تكون بالطب وفيتشرت شغلات بيختارها هاي تونز لنفون أول شيء وأندرويد وغيره لأنه فعلا تستاهل إنه ينزلها كل المستخدمين العربية شو الخطة يعني شو البلان لتطبيقات قريبا شوف الشيء جديد بضي يطلع كويس سألتين هذا الشيء هلأ نحن قلنا أنه أول فايز كان نحن نقدم نحن مراجعات لتطبيقات ونحاول نقول إنه هاي التطبيقات هي أكتر شيء مجهدتان أكتر شيء ناس عم يحبوها أكتر شيء ناس عم ينزلوها فايز إنه الناس يقولوا شو هين مفضلة لأنه وشو أنا بقترح هلأ لازم يكون أكتر ذكاءً خلين نكي تطبيقات لازم يفهم أكتر البيهيفير كيف المستخدم بتصفح تطبيقات وشو التطبيقات اللي هي بتهمه لسير يرد لياها بطريقة أفضل لسير يبعث له إنه هذا الشيء ممكن يهمها في هذا الشيء يعني ممكن بحاجة لالغوريثم Artificial Intelligence أكيد أكيد هلأ التطبيقات نيس له إنه من اليوم الأول اللونج عم بتخزن عنده كل شيء عم بصير صحيح فأي مستخدم حتى لو ما هو ممسجرة تطبيقات عم نعرف تماماً هو إيش عم تصفح وإيش عم يعمل لايك وإيش عم ينزل وإلى أخير فنحنا كنا وعين لهذا الموضوع من الأول وضم الخطة أنه نحنا نوصل لوقت كل هاي معنومات نقدر نستغلها لنعطي المستخدم أفضل أفضل تجربة تصفح عنا في تطبيقات نخليه نزل تطبيقات اللي بتهمه لأنه نحنا قليني يقولك كيف نحنا وصلنا لهاي نحنا كثير الناس عم ينزل أبليكيشنز بنسلوها مرة وبشيروها فهاي نحنا ليه؟ لأنه ما بيعرفو عنا لذلك كان في موضوع المراجعات نحنا نحنا في تطبيقات وحتى اللي ما يشوف المراجعات عم بتقول شغلات ما عم بتعبر فهو بنزله بديو يجربه فالنكستفيز كمان لتطبيقات أنه يعطي تجربة أفضل أنه أنت تعرف عن التطبيق قبل ما تنزل تنزل التطبيق على الموبايل لا يجب أن تشيروا بعدين ولا يجب أن تستخدموا بس مرة واحدة لأنك ترجع للتطبيق وتستخدموا أكتر واحدة وبالمخابة ندعم كل المبرمجين العرب اللي بنزل أبليكيشنز يجروا عنا يأخذوا مراجعة يتعرف الناس عن التطبيق معهم ويحصلوا أكبر عدد ممكن حلو حلو وإن شاء الله نشوف ما عم يتحقق من تطبيقات وبالعالم العربي شكرا لأنك تحدثت مع وامضة وبتوفي إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا للمشاهدة